يمكن زي ما كنت بقول إحنا كلنا شوفنا محمد القص في دور غازي في موضوع عائلي والشخصية الشريرة اللي هي في نص تحس إن انت ده بيدحكك وانت بتحبه وانت تحب الشر وتقف معاه ضد البطل أنا عارفة إنه البداية كانت قابلة كده بكتير ويمكن دي نقطة إحنا ما بنعرفهاش قوي فيه ممثلين كتير وفنانين كتير بيعندهم مسيرة كبيرة من السنين مصرح وسنمة لكن بيجي دور سبحان الله بيبقى رزق إيصال الله تدق عليه في مثلا سوق زي السوق المصرية ده حصل معك فيه موضوع عائلي في غازي أنا عايزة أبدأ من الأول السعودية والبداية كانت على المصرح في السعودية بص هي البداية هي الشغف اللي بدخلك الحتة دي أنت دارس؟ لا أبدا هي الموضوع أنك بتحب تعمل حاجة مع الوقت بتكتشف هل أنت تجيد الحتة اللي أنت عايز تعملها أو لا دي مش حتتك ودي الحياة إنك بتبحث عن نفسك فأنا كان شغلي من دوم مبيعات وفي المندوب هو تمثيل في الأول والآخر على فكرة أنا أعتذر أنه أخذ تون الصوت بتاعك أنا مفوح أنا أحسن أنت عندك نبرة صوت مميزة من دوم مبيعات هو عبارة عن تمثيل أنك تاخد مع العميل وتدي معايا يعني مثلا أنت تكون زملكاوي تدخل على عميل أهلاوي فاضطر أنك تقول له أنت أهلاوي بتحب الأهلي عشان بقى أنت تقولت في مصر يعني خلاص دلوقتي بتشجع كرة مصرية وزملكاوي وأهلاوي فكان المشوار صعب جدا ومش سهل لكن أنا بظن نفسي أنه كنت محظوظ بناس كتيرة كويسة ناس تعلمت منها ناس اشتغلنا مع بعض كان مشوار يعني كان فيه دائما حاجة جديدة اللي هو مثلا احنا مثلا 2005-2004 أنا في التواريخ زي 2004-2005 الأستاذ تامر الصيخان معنا نزلنا مسلسل على اليوتيوب ودي حاجة ما كانش أصلا موجودة أنا نزل مسلسل على اليوتيوب مدته دقيقة الحلقة وكون الحلقة مدته دي برضو دي ما كانتش ايه معروفة ده خدنا الحتة تانية بقى ده من بعدي بقى لدرجة أن الواشنطن بوست أياما جيت وقالت لا فيه سعوديين بيعملوا مسلسل على اليوتيوب يا جماعة ومدت الحلقة دي بعد كده عملنا الحتة دي على القناة NBC وكان عندنا مسلسل في رمضان مدت الحلقة ثلاث دقايق قبل طاش مطاش اللي هو يعتبر المسلسل المشهور الأكتر في السعودية والجمال في التجربة دي أن كانت سواء من ناحية النص والإخراج والمسين حاجة جديدة على الجمهور ما كانش بتعود عليها